في الحقيقة يمكن فيه مقولات كتيرة اتقالت فيه الصفر ويمكن أن الصفر فيه فوايد عديدة وفيه اختلاف ما بين هم خمس فوايد ولا سبع فوايد لكن الأكيد أن في الصفر يمكن انفراج للهم والغم اكتساب للمعيشة، تحصيل علم، تحصيل أدب فيه فوايد كتيرة فعلا التعرف على ثقافات مختلفة فبالتأكيد أن ما فيه الشك أن فيه من الصفر أو فوايد كتيرة وراء الصفر ويمكن هو ذا الذكر والمولى عز وجل لما قال واجعلناكم شعوباً وقبائل لتعرفوا فعشان كده بنسأل حضراتكم إنتوا لو أنتم بتحبوا تسفروا بتحبوا تسفروا مع مين؟ بتحبوا تسفروا لحدكم ولا بتحبوا تسفروا مع صحابكم ولا يلاجم أنا بتسفري يعني إزاي؟ قوليلي البلان اللي أنت بتعمل بيه عشان تسفري لا أمسنا بحب السفر جداً جداً، بس هو أقول لك على حاجة السفر تحديداً يقال يعني فيه ناس ديبان تقول لك عشان تكتشف شخص تسفر معي يكون معاك في مكان بر أو حاجة فتنكتشف الأشخاص أنا بالنسبية من أهم بتعرف فلان لأ عشرته آه عشرته يبقى ما تعرفوش بالضبط كده عشرته لو لا يبقى ما تعرفوش صحيح السفر كمان يا أحمد يمكن العشرة فيه بتقوى مختلفة شوية لأنه تبقى الموارد محدودة وبتبقى كل حاجة محدودة وبتقى في مكان غريب فأعرف غريزة البقاء لو حصل موقف صعب بتظهر بقى يعني ازاي بتتصرف فأنا بالنسبة لي فيه أصدقاء مهارين لا سنتي اللي انتي بتقوليه ده هتفكرني بموقف حصل معي في السفرين تعرف اللي انسا راجع من سان بيترسور لسا أقول لك حمد الله على السلام وست خلينا نلتمث له العزر العزر شوالك مئات عزر أقول لك عزر واحد وممكن يعرف لو حد بس تجر له حاجة بقى في حد تانية عشان يعرف يزال عشان برضو يعني نبقى نبقى حقرهم حقانيين يعني كملي يا جوما أنا عاديك منصفة أوه طبعا أهم حيكو فبشكل عام يعني الصفر فعلا الصحبة اللي فيه تبقى من أهم الحاجات اللي لازم تاخد بلك منها وانت مسافر أنا من نسبالي صحاب الصفر مهروفين يعني الصفر لو انت مسافر مع حد مختلف عنك قوي أو فيه حاجات بتضيقك قوي بجد مش هتتبسط صحيح وحقيقي السفرية بتقلب أين كان نوع السفرية بقى مسافر شغل مسافر تتبسط مسافر تعمل أي حاجة هتبقى مضايق جدا لازم يبقى فيه اهتمامات مشتركة على الأقل ما من الجروب اللي مسافر مع بعض اهتمامات مشتركة أو على الأقل فيه تفاهم يعني تكون مع حد متفاهم يعني أحيانا بتبقى مسافر مع الشخصية اللي بتبقى باصي أو الشخصية اللازم اللي هي بتقوله هو اللي يحصل ممكن نسميها متصلمة اللي هو بيحب فاقي اللي هو اللي يليد أو اللي يفوض بالضبط هو إحنا نهاردة هنعمل كستطب أنا مش عايزة أعمل يعني أنا مش هقول لك بتعملش بس أنا مش عايزة أعمل فتفضلوا انتم وأنا هستنبك هنام ولله مش عايزة حاجة يعني وأنا عايزة حاجة تانية روحوا إنتم وعملوا حاجة ذائق وأنا هعمل حاجة تانية وفي نفس الوقت برضو في نفس ناس بتزعني أحب أسفر مع أشخاص ليها رأي وعندنا بلان مع بعض أو حتى يمكن أنا محبش أعمل البلان يكون حد عنده خطة فعلا للسفر وبرنامج للسفر بس بنشور أمركم شورة بينكم بالزبط ككرة اللي إحنا بنشور بعض نتكلم مع بعض وحتى لو أنا قررت أن في حاجة مثلا عجبتني قوي فأنا عايزة أقررها تاني ومش عايزة أحس أن أنا مش حاب أروح مثلا المفوضة اللي في الخطة أو في البرنامج النهاردة لا حد بقى يزعل منك ولا حد بقى يعمل مشكلة ولا لا لازم نروح ولا اليوم ولا السفرية كلها تتقلب وفي نفس الوقت حد تكون أنت قادر تعتمد عليه عارف أن لو حصلت مشكلة أنه بالمناسبة حتى في السفريات اللي بتبقى الترفيهية ممكن حد يقع في مشكلة لازم يكون معاك أشخاص على الأقل أنت عارف أن أنت لو قاعت في مشكلة مش هيجر ويسبوك مش هيمشوا ويسبوك ولو أن أحيانا بصراحة برضو بنكتشف الناس في السفر يعني ممكن حتى بقى وثق فيه جدا فجأة تلاقي إنه لما يحصل موقف كبير بقى مش موجود فأنا بالنسبة لي برضو يكون حد دمه خفيف يعني لازم يكون أشخاص دمها حتى أنت من الناس يا جمانة اللي بتحب لما تسفري السفرية تبقى مدتها طويلة ولا تلتة أربعة أيام لا لا ما عنديش مانة ولو يوم واحد ولو تسع سنة لا بس أنه أحسن بالنسبة لك حتى لو سافرتي مثلا طلائتي الساحل طلائتي الغارتاء طلائتي دولة أوروبية أو دولة يعني برا مصر عمتان بتبقي شايفة أن السفرية الأيدل أو المناسب لها فكرة أن هي تبقى طويلة أو أسبوع وأكتر ولا تلتة أربعة أيام نعمل فيهم كل حاجة عشان ما أملش بسرعة لا وأنا ما بملش أمتان بس أنا بحب فكرة أنه يعني آه ممكن مرة نعمل حاجة مختلفة ونسفر مثلا يوم ونرجع يومين ونرجع ممكن بس أنا مقدرش على النمط ده من السفر كتير صح يعني أزهق منه وأتعب وحس أن أنا بعد فترة من كتر ما أنا تعبت وعملت مجهود أن أنا مبقيتش مبسوطة بالسفرية أصلا أنا مختلف طبعا معاكي فيدي أنا فكرة بحب السفرية اللي بسافرها يعني متى تعداش الأسبوع أربع خمس أيام بس أسبوع ده ده فكرة ده حلم بقولك أربع خمس أيام لو زادي تقوى ما أجيبش الأسبوع لأنه بحس أن بعد الأربع خمس أيام أنا عملت كل حاجة أنا عندي شغف اللي أنا نزل مكان جديد بس حسب المكان طبعا أنا رايح وفيه حاجات فيه فيه تخطيط وفيه بلان أكثر من حاجة بس أنا أتكلم الحاجات اللي هي مثلا الساحل زي مثلا السخنة زي الحاجات اللي هي بتاعتنا اللي أنت تقدر اللي أنت علشان إحنا مصريين فعارفين العرفة اللي هو الثغرات السفرية دي فين فأنا أطلع فين واروح فين واجي منين فأنا بالنسبة لي السفرية دي هي أربع خمس أيام بعمل فيها كل حاجة أول يومين ثلاثة طحن عارفة اللي هو أنا عاوز أخلص البحر بسرعة اللي هو الفكرة بتبقى كده بالنسبة لي أربع خمس أيام وحس بعملها بمنات لي لأن بيبتدي بقى الموضوع يتكرر فأنا ما بحبش اللي أنا أعمل حاجة قاعدة أكررها كتير أنا شخص بمل بسرعة وديه ممكن مشكلة من مشاكل بختلف وبتطفق معاك في حيات كتيرة قوي من اللي أنت قلتها حيات كتيرة قوي؟ ده بتطفق معاك في حيات كتيرة بختلف في حيات صغيرة بس بتطفق في حيات كتيرة لا 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 بتطفق معاك طبعا فكرة الناس معادنها بيبان في وقت الشدة معادنها بيبان فعلا في الغربة والسفر ويمكن هي دي اللي بيبين أصول الناس بيبين معادن الناس فكرة أنت في السفرية لما بيبقى معاك حد غريب والشخص الغريب ده حصل موقف ما بيبتدي بتعرفي إذا كان هو جدع فعلا ولا لا إذا كان هو فعلا يستحق الأشرة واللي أنت تكملي معاه حياتك في الصداقة دي ولا لا فكرة كمان أن لما باجئ أسافر أنا ما بحبش اللي أنا أسافر مع حد غريب بالمناسبة يعني ما بيبقاش في حد جديد لسه هكتشفك هناك يعني بحسة خلاص بقى عرفة الواحد بلغة من العمر أرزاله خلاص فأنا بالنسبة لي ما عنديش بقى اللي أنا عودة أجرب ونطلع سوا ونجرب أشوف إيه ده شو ما أنا في السفر كويسة أه ولا مش هتبقى كويسة فلأ ده ممكن تبقى شخصية قيادية أنا بقى 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 من الناس دي أصلا أنت مش هتفرد علي إلاقات بقى أني ترد فيه برامج يعني سفر مع الناس غريبة قائمة أنا جروب ما يعرفوش بعض ده حقيق بس أنا أنا جربت مرة ساعة الجامعة طلعت السفرية مع جروب كان كبير قوي أنا تاني يوم قلت لهم أنا ماشي لأ أنا محبش السفريات أنا بقولك أنا دي المرة الوحيدة اللي طلعتها في الجامعة مع جروب كبير بنشير سفرية خلاص وإحنا ما نعرفش بعض وبنجمع بس القاسم المشترك زيبا بيتقلم بنا كده أو الحاجة اللي بتجمعنا اللي إحنا في كلية واحدة أو في دفعة واحدة وطلعنا لقيت الاهتمامات مختلفة لقيت اللي إحنا متقسمين كل اتنين ثلاثة بيعملوا حاجة مش قاعدين كلنا مع بعض لأنه كل واحد اهتمامات مختلفة والشخص اللي بيقوده بيليت بقى اللي انت بتقولي عليه اللي هو بيبقى القائد اللي لو عنده حب القيادة اللي لازم أنا النهاردة هتحكم في مسارع عشرين واحد موجودين في السفرية دي فما قدرتش تتحمد وجاءت اه اسبتهم اتحكم في نفسك لكن انت ما تقوليش أنا هعمل إيه فابتدت اللي أنا لأ أنا هسيب ده وامشيه فأنا واحد من الناس بحب اللي أنا لو هسافر بسافر مع ناس أنا عارفها كويس قوي أصحاب أرايب يعني أنا عندي ميزة للحمد لله إن أنا كل أرايبي ولاد خالتي ولاد عمي ولاد عمتي كلنا في سن واحد يعني فارغ ما بيننا سنة أو اثنين فهم أصحابي مش قريب فالفكرة برضو إحنا لما بنيجي نسافر بنسافر مع بعض أنا أعتقد أن دي أكتر ناس هتخاف عليك أكتر ناس انت مش هتحتاج لانت تكتشفيه وخلاص انت متربين مع بعض والله إلا أبو تكتشف برضو بس دي طبعا حقيقا يا ألا يعني أحنا بفيه دقا أقصب تحصل كلم أنا ميش دعا أول إيه هم هم يعني أنا برضو منذ من الناس اللي بحب سافر معها مواما برضو مواما لطيفة جدا كمانا أنا نفسي سافر مع طبعا كتر مياه جميلة ونطيفة هبلغ أقولها ربنا يبارك فيها رب نصبح عليها طبعا ربنا يخليك طبعا ونصبح على والدتك طبعا يعني على أي حال ده يمكن كانت إجابتنا أنا وأحمد على السؤال الحلقة لو مسافر بتحب تسافر لوحدك ولا بتسافر مع أصحابك ولا العيلة ومين بتحب تسافر معهم أعمل لهم منشن وكده حاجة على هامش السؤال اللي موجود طبعا معنا على صفحاتنا على فيسبوك خلاص الناس نتعيجها في سنوية عامة طلعت وكله جاهز دلوقتي كله بقى يقدر يسافر كده حبة قبل الجماعات وقبل ما يبتدي بقى السنة الدراسية الجديدة ويفصل اللي حصل حصل خلاص وأكيد كل حاجة حصلت هي خير لينا نتبسط خلاص الجزء بقى الجد فعلا من حياتنا هيبتدي بس قبل ما ندخلوا نحن نكلم عن السفر سنوية عامة سفروا اتبسطوا أوليائي الأمور خلاص اللي حصل حصل ما تنجدوش على أولادكو لا هو ما فيش خلاص حصلت انت اللي بتصنع القمة ما فيش حاجة اسمها كليات قمة يعني عشان نبقى متفين بس اي مكان ما كانت صحيح فعلا ما بقاش فيه خلاص مصطلح بكليات القمة ده خلاص طبعا بكل تأكيد إن كان مجال الطب أو مجال الهندسة هي مجالات مهمة جدا 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 ولها كل الاحترام والتقدير لكن هي مش الدنيا كلها طب وهندسة خالص وبالمناسبة أي حد يقدر ينال لقب دكتور ياخد رسالة دكتورة ويقدر على فكرة هنديله دكتور برضو عادي لو دي المشكلة نفيه بجد بعض أولياء الأمور تبقى مشكلتهم الألقاب مش أكتر فابستوا أولادكو سفروهم وخلاص لحصل حصل اللي بتيتركز في اللي جاي مرة تانية سؤالنا لو مسافر بتحب تسافر لوحدك ولا تسافر مع أصحابك ولا مع العيلة عملوا لهم مانشن الناس اللي بتحبوا تسافروا معهم طبعاً لو بتسافر لوحدك إحنا هنعرف الموضوع ده السؤال اللي موجود على صفاتنا على فيسوك واستعريني الإجابات حضراتكم بشارة استعراضها مع بعض بحلقة النهاردة صباح الخير واستعادة على حضراتكم دميعاً صباح الخير يوم مصر